انتم تسمعوا في تسعين دقيقة ارجعنا لكم في الساعة فانية من تسعين دقيقة كيما كل مرة عنا في في نص ساعة اللولة اليوم انا سعيد باستقبال هشام العجبوني خبير محاسبة اي خبير محاسبة بكري مجد كوربيعي ناشت سيسي ناشت سيسي ولا ناشت سيسي خبير محاسبة ناشت سيسي والله مانيش ناشت برشة بالعكس ناشت سيسي ناشت سيسي نقابة الامن بالمعروف اي هذي منافسة ديك انتي حاتر نعرف منافسة اما عليش ما عندكم صوص دي مورو اختي تبدأ نواجهها الجندوبية ليه بديتوه بالعكس ليه مش على خاطر سامي عبو هو انا نقلت تدوينة لصديقنا بالحاجب اللي فيها بباستا انتوما شوهتوا اكثر اكثر مؤسسة في تونس شوهت هي مجلس نواب شعب والتعميم اللي صار لحقيقة ظالم معناها خطر احنا نسويه ولا نعم وما بين اللي يخدم ولي مخدمش ولي عكعك ولي ما عكعكش ولي تخلوا عنده بالحق ارادة بشي يقدم اضافة البلاد هالتعميم هذي التواصل التوته والمجلس مجمد ليه اكثر من عام قلنا رسالة متاعنا بالحاجي كانت اتلهي وبالي يحكم تهو اللي عنده كل السلطات احنا ولينا في حكم الماضي وفي الدول المتقدمة كل سواء الاعلام ولا الفنانين نرون يركزوا على يحكم مش علي عارض في عاد بن علي كانوا يركزوا على المعارضين ان رجعنا توا يركزوا على المعارضين يا سيدي احنا خايبين واحنا فزدين واحنا متأميرين ومخمورين ولي تحب انت وكل المعجم تها السيد الرئيس اللي يتقنوا تماما يا سيدي تلهي وبالسيد معناها الفاضل اللي عنده كل السلطات ليه اكثر من عام واللي نجم يعني كل شي بالامن والجيش والرائد الرسمي ايه معناها اوزر وجيه الجندوبي ممثلة معناها حتى خلفية سياسية نحترمها على الاخر نجيه الجندوبي حتى معناها انا في الكسريك اللي شفته وحتى اللي تقال على معناها بشرة معناها داخل في اليوم نحنا نعيشه في فترة اللي للساتير تجم تكون متنفس وداير انت حتى كتحكي البرح على استقبال اولت البرح ولا البرح واختي تحكي هاوش بش يعمل رئيس جمهورية وزيرت العدل للاخيري سدي برويكسيون ساتيريك ساتيريك نقلت على صديقي عماد اه ياسر تنقل انت ولي بكتر تعجبني حاجة خطرتاو هنا في مرحلة دي قوتي الحقيقة معناها كي تعجبني حاجة معاش نحب نبذل مجهود كونجين تلايب صغاري وعيلتي اهو كي تعجبني حاجة ننقلها الافادة العامة حلوة ياسر بالمناسبة الساتيريكا متاع بش سادع وزير الثقافة مش حكيلي على تاريخ المسرح في تونس وغسلت النويدر وكل شي يوم بعد يصدر مرسوم ربما يلحق وزير الثقافة بوزير داخلية كما يلحق وزيرتهم المحلية بوزير داخلية نحن ساعة كنا اللي يميت فما برشا على الشأن الثقافي انا اقول طميو يراه معناها النقاش اللي صاير توا معناها هل تعتبر مثلا نقابة امنية تدخل في مع زملائها ساعة معناها بشكونوا واضحين مع زملائها حب توقف حفل ما هيش هوم وردت الفعل حتى متعلوت في العبدالي هل الشأن الثقافي خلف الشأن السياسي ما غير ما يستدعى حتى أحد ما غير مراوحة هل في حتى دستو دستير كل هكي كبور لفورم يعمل لك فقرة عفقة لا احنا لنا مدة عايشين في حالة قعباجي معناها كل شي متداخل للسياسة ثقافة رياضة كل شي مسيس اللي صار لحقيقة بقطع نظر على تقييم اللي عملت في العبدالي وانا لحقيقة مانيش مؤهل لتقييم الأعمال الفنية ولكن اعتبر انه الفن بتبيعته هو يلديباس معناه اللي لميت اللي متعارف عليهم ولا التقاليد متاعنا وغير وهذا هو وفي نهاية الامر الناس مشيت مضرباش على يدها لطف العبدالي قصت تسكرا ومشيت وشيخة وتضحك بقطع النظر على كل شي انا اللي يقلقني هو انه نقبة الامنية تولي هي اللي تحدد شنو الأخلاق الفاضلة وغير علما انهم اخر ما ينجم يعطينا دروس في الأخلاق الفاضلة احنا نمشي والاستاد يظهر اللي احنا انا مكشخ معناها وافتخر بذلك نمشي الاستاد وساعات ترى امنيين معناها الكلم البذيئة اللي هيبو يسايبوه على واحد ماشي شيخ ماشي عامل جو في استاد عمرك ما تسمع وفي بلاسة اخرى احنا زيدا نحب نذكر التوينسة اللي ثم قضية عمر العبيدي التو ما زلت مفتوحة وهو كمحميين جماعة اللي معناها ربما تسبوا في مقتل عمر العبدي كيف كيف عم سلام زيان في سفيقس الله يرحمه كيف كيف الطفل اللي عراوه معناها الليها عام تقليل معناها الطفل سعي في السيجوم معناها كيف كيف رغم هدوم الكل نقابة الأمنية احميتهم تعرف الانتساعات أمنين يتورطوا يبدأوا في طور التحقيق موقفين يدخلوا نقابات الأمنية يخرجوهم من عند القاضي بتبري هذي الدولة في بن عروس في بن عروس صارت في 2012 تتفكر الرتل اللي وقتها من عرش سيدي بوزيد ولا الكيف اللي يمشيوا وحميوا زميلهم ومشيوا أرتيل من سيارات إدارية منتاع الشرطة وخرجوا صاحبهم البيشي خاتل سبسي في 2011 خرجوه من من تالي من القصبة هربوه نغابة لميحه الراشح يغيروا غيروا سسموا رئيسي في العوينة خاتل دولة لحقيقة بوليسية الاستقوار قطاع من القطاعات اللي فيه تجهوزات كي من قطاعات الدنيا الكل كان يحكي سيهشام قال الدنيا الكلها مشاربكة معناها تشاربية ومش موجود كان في النقابات الأمنية وتجاوز السلطات مش موجود كان في النقابات الأمنية أما التو في واقع الحال سيهشام معتها بكل لطف معتها انت البروجيكسيون زاوية هي زاوية زاوية الأمنية اللي على الأقل نورمال ما ناس من باب الموضوعية نشوفوا السياق كامل ساعة شنوه نشوفوا فمه حركة استبزازية ولا لا نشوفوا أي بشر يتعرض الكلام بدي أو ربما استبزاز فيه شخصه شنوه ينجم يعمل معناتها ما نوليوش شعطيتني تعطيتني تعطيتني تعبيرة ميليشيوية أمن بالمعروف ونهي عن المنكر اترجعنا للفيالق الدينية اللي كان تعاقب في الناس وتعاقب في الناس باسم الله هذي هذي تحليلي ولكن سي شيكر حميد هذي صرح أعتقد أعتقد أنه أنت البروجيكسيون اللي عملتها اقتصرت على المحتوى الأمني ومحلتش اللي هو زاد شأن يهمك كسياسي وكناس سياسي المحتوى الفني في حد ذاته وكيفاش هو انحدر للصراعات هذه وكيفاش هو ولا يحمل شحنة من العنف والكراهية اللي في عوضة يعدي الناس رسالة معتك يقول لي يش بد علي تبش الناس وتبش الدخلان بتاع الناس ويستفز الناس في وجوه معتها مش مرة مش اثنين معتيرا من كل الفنانين يعني زاد المحتوى يزموا يرتقي ما يوليش هو عركة لحوم اللي عندنا في حياتنا السياسية وفي حياتنا كده تنتقل الفنان اللي هو لك شديد النظر لا هو ساعة أنا مانيش محامي متعلوت في العدلي ولكن كما قلت الناس دقت على بابه مش هو دق على بابه هم دقوا على بابه وقصوا تذكره ودخلوله ويعرفوا شنو النوعية مش مسرح هو بيدو لا يدعي انو قاعد يقايق مسرح وفي العالم الكرة هو نفس اسمعوا انتم دافيد شابيل واسمعوا بيجار واسمعوا في العالم مجمع فهما نوعية من الفناني تستفزيزي فهما ناس تحب تسمعها جيت عك اخي لغتنا في الشيرة شنو فعلا ثم باساج تبديو قاعدين انتي واصحاب وتعملوا في قهوة لا لا بطبيعة ذيك وقعنا فهما برشا ناس هو هو الفن يعكس الواقع متاعنا ولكن الاسف الواقع متاعنا تعيس الناس رياجي دون فصان ام بو ما تحبش تشوف روحها في المرأة التونسي ما حبش يشوف روحه في المرأة الحقيقة معنا كنحل ويجيب عالم اجتماعي يحل الظواهر متاع العنف هذية راي عند اسبابها منها الوضع الاقتصادي والاجتماع اللي التونسي ولا يشهق ما يلحق مو شوق ضغط نفسي ضغط نفسي طبعا يولد العنف معنا كي تلقى بو عائلة ما هوش قادر انه يوكل صغار ولا يقريهم ولا يدويهم ولا غيروا طبيعي جدا هذي كبش وليلو نوع من العنف اللي قاعدين نشوفوا فيه في كل بلاسة نحكي نرجع ونحكي وعلى الوضع الحالي جوز بعد الفاصل ارجعني لكم ذكركم ضيفنا هشام العجبوني القيادي في حزب الطيار الديموقراطي نحكي على حزب الطيار اللي موقفو كان واضح من اللوول بعد 25 2000 2020 كان بشوية سورة ارجعني لكم كما يقولو وبعدش صريح وواضح بارش يقولو دسو الحزب الطيار خاتر الرايس ما يستشيروش ما كبرش به يقولو هذا الحزب الطيار كان الانتخابات 2019 اللي تقدم فيها بعدد المقاعد كان خاصة زادة معناها مقاومة الفساد قد يروا في فساد معناها لعبدكو ترى في فساد حتى حد ما كانت عنده النية بش يقاوموا هل تعتبر زادة معناها الطيار علش الموقف هذي القطعي عالجانب هذي مانيش نحكي عالمسار السياسي في مقاومة الفساد بكر يكونوا نحكي أنا كل يوم نجيب ثلاثة ربع قضايا ولت ذاكي خدمتك ثلاثة ربع قضايا هاو مهندس مراقب هاو رئيس بلدي هو الي وكتبعه ملاي هاو الي وكتبعه معنا كميم اللي ما كونيش نسمعوه قبل 2019 طوى بعد بعد 25 جوية 2020 وليو فهم أخباري خلطون هل تعتبر اللي في الميسيون هذي قاعد يحقق في تقدم رئيس الموري شوف احنا مناش احنا نحكيه على مسار كامل حزب سيسي مش على خطر رئيس حل ملف فساد نوليه معاه ولا نهار محلش ملف فساد نوليه ضده ليه احنا المقاربة بكلها خليني نذكر انا ارانا لوفانت سيجوي اول حزب تقليب اصدر بيان قال نختلف مع رئيس جمهورية في تأويل الفصل 80 ونرفض استتباعاته خلينا نكون واضحين خطر هذه برشة ناس يقولوا خطر مشاورناش الرئيس ليه بديتو لوفانت سيس اخذينا موقف مبدي قلنا الفصل 80 في الدستور فيه شروط لم يتم الاستفاء متاحه شروط اللي قال عليه محمد عبو قبل معه يبقى المجلس اللي قال عليه محمد عبو اللي هو مستقيل من الطيار محمد كانت عنده مقاربة تشبه لا المقاربة قالوا متخرش على الدستور ما قالوا متخرش على الدستور قيس سعي تعمل في سبتمبر 2021 ألغى الدستور الذي أقسم على احترامي من وقت نجم يمكن يطبق قرارات لبرلمين لحكومات متعاقبة نجم وينافذوها شوف معناها أغزر أغزر في المال بعد ساعات الورم كي بشتستعس لو يوجع الورم تناحية سيخطولي البنج معتش متوفر قيس سعي تكن ينجم يعني سكتنا الكل لو أنجز لو أنجز خطر واحد عنده سلطات شبه إلى هي بالحق لم تجتمع في أي رئيس جمهورية في منذ الاستقلاء آي سيدي ما نحبش نرجع حتى البايات وغيره عنده سلطات كل شي يراه ينجم يعمل اللي يحب قيس سعي بدون أي إمكانية للطعن في القرارات متاعه أو في المرسين معناها مقدسة أكثر شي من هك ماذا فعل في ظرف سناء باستثناء الخطاب الشعبوي واللقاءات هذيك اللي يجيب السيدة المديرة التنفيذية للحكومة أو الوزراء متاعه مش نوع من البدغوج عليش قبل كنا نسمع في توجيهات رئيس هاي توجيهات قيس سعي بعدها بيتاتروسي عنده مقاربة لتوعية المواطنين في سياق ما خطر زادا ما نحنا نعاود وفيه عنا برشا رأوا الفساد مشكلة المسؤولين الناس اللي شجعوا الفساد واللي يدفع رشوة مش فساد فقط هاي هو دوره مش توعية ساعد رئيس جمهورية دوره الإنجاز لم ينجز شيئا اي حاجة يحط على يده هاو الجيش هاو حديد هاو احتكار الاسعار شعلة في بالكم اللي نسبة التضخم وصل 8.2% وهي معدل معناها كل المواد اللي عندها قيمة معناها قيمة زيت النباتي هذا كي لقيته ولا البيض ولا الخضر والغلال اللي رأوا تقريبا برقمية نسبة التضخم منذ سنة ساعمل السيد رئيس جمهورية ستي ايفيتابل ستي ايفيتابل بانسير تعرف عليه على خاطر سيد رئيس جمهورية ما احترامي لي على المستوى نحكيوك دولة هو ما يمثل دولة وهي بالشارع ما هو الدولة شكون يقرر عندك البترول برتيكمون زيت شتر عندك أزمة القمح معناها في الظروف هذي الكل وعنا من نجموش نخلص الدويات ومن نجموش نخلص السلع معناها في الظروف هذي الكل شكون السوبرمان اللي نجم يرقع حل ويخلي اللي سويم تريبيا انتي قلت كون السوبرمان هكا هو تلعبه السوبرمان في ضرب سنة يسيدي ما وجيب الناس اللي تنجم تلقى معاك حلول هو لقاشي حلول لا لا مش بالضرورة مع التيار وإحنا اخي قلنا التيار قلنا الاتحاد اتحد العام تنسي للشغل للدور اللي نجم يلعبوا هاو عرفتك نكتة العصفور اللي طلع العقرب بشي منحها يقولك سي ما ناتور انا بش نقر سوى عندو الناتور نقابية معناه لكن الناتور النقابية زادة اثقلت كهل الدولة الناتور النقابية والليكسيد زاد بعد ساعات في المطالبات ولا في الليبراتفير ولا استغلال موقف ضعف سياسي لحكومة ما بش يخو ديزافونتاج ساهم زادة مولوم الحكومات الضعيفة اللي كانت تخضع تخضع الابتزازات من كل نوع يخي احنا معناه عايشين عشر سنين وحدش سنين فوضى عارمة معناه اربع شبين مع تضامننا مع المطالب الاجتماعية متاحهم يسكروا كياس ولا يسكروا الشركة عمومية ما تنجمش تخرج لفوا صفات لا تخرج حد شي معناه الحقيقة ذي الكل ما يلزموا معناها بيداجوجي بيشتعود ترجع ثقة الناس في اللي يحكموا فيهم انا ديما نرجع صحيح المشاكل روما نجموش تحملوها القيصعي بكل موضوع هذا المشاكل هيكلية تعيش فيها تونس لها عشرات سنين حتى من عهد بن علي وهذا اللي يفضل الى ثورة في نهاية الامر خطر ناس جاءت نسبة البطار ارتفعت وغيره الناس فقدت الامل استشر الفساد لعائلة ولا تحكم معناها عائلة بن علي نحكي والتي تطغى حتى على رجال العمال ولو يدخلوا في اي مشروع واي بروجيو وغيره لينو وصلت الى نقطة اللي عودة وناس ترشقت وخرجت للشوارع وغيره كيف كيف احداش نسنين اكبر غلطة عمناها هي تغييب المسألة الاقتصادية والاجتماعية لانو استحققات الثورة كانت اجتماعية بالاساس ناس خرجت قالت شغل حرية الحرية هنا بدينا ثم شوية تراجع والنظام ما ثميش نظام اين معناها نتعمق شوي معناها تاو الدياجنوستيك اللي عطاه هشام يعطيه صحة عالموضوعية لانو لو كنت باش نسأله الارقام اللي عنا توه هي تواصل التراكم معناها عفن قاعدين نكتشفوا فيها يعني كنا ساعة نحكيه 794.000 باك ودوا في 2021 تهربوا من دوا انتوما انا بالنسبة للي كتير ديمقراطي تبعتكم من 2019 من اللي عملتوا الكتلة متاعكم واندمشتوا في الكتلة الديمقراطية الدياجنوستيك متاعكم مسحيح من الاول عملتوا الدياجنوستيك كونه ثم مؤسسات تنتج في الفساد في البلاد يزم تتكسر ومن ضمنه في المؤسسة البرلمانية انتوما سعيتوا باش تقاوموا التيارة ذاك خاصة سعب ووقتها الطالب تفعيل الاجهزة السيادية للقضاء على الفساد لم يتحب الجيش معروف في التصريح المشكلة نعرف احنا واي واحد يعرف الوضع الاستثنائي عنده تكلفة الحريات لا يوجد وضع استثنائي تخلق او وضع التواري لا يوجد تكلفة الحريات تكلفة هذه اذا مقابلها انه تتصلح مؤسسات البلاد قضاء وديوان وكذا تنجم كقوة سياسية تصبر عليها ولا لا اليوم ان نلقاكم في بوزيسيون البوزيسيون هذه معارضتكم مثلا قيس سعيد شنو تنجم تنتج لو نشحت تنتج الناس اللي كنت تقاوموا فيه مقبل شنو الوضع السياسي شنو انتم طالبين باش نتجاوزوا الازمة هذه ما عدا انه قيس سعيد ديكتاتور وكذا هذا طول الوقت يجاوب علي هذا لا لا ديكتاتور انا كي تقرأ الدستور اللي كتبوا قيس سعيد على مقاسي تو تفهموا وين ماشي البلاد وهذا الكلام مش قلتوا انا قالوا صادق بالعيد وامين محفوظ اليوم مساندين كانوا القيس سعيد شوف الوضع ما كانش نجم يتبدل بس سبل تقليدي خلينا نكونوا واضحين خطر كمية الفساد والفشاد كنا نقولوا فيه احنا كنا نحكم مع النهضة ونقولوا لما عناش ثقة فيك في حكومة اليسفخ فيخ ماش حكومة نهضة خطر الناس تقول طيار شارك في حكومة نهضة ماش شارك ناش في حكومة نهضة حكومة نهضة كانت هي حكومة سحبيب الجملي واللي احنا دعين البرلانيين ودوانسة بش ما يصوتوا نتيجة للفساد السياسي ما كشف العيب على الحكومة العيب على الحكومة العيب على الحكومة معناها ما تجمس قوم فساد وانتي عندك شبهة في حاجة معناها حتى كان القضام بعض اثبت اما لم يتفي خاطر كانت فهم انجيس كانت تعمل التخليل شوف هي اللي اخذ الاشكو دوسي فرغ من اللول وابوه ناذا حبت تطيحوا بش جيبوا واحد اخر بش داخل تونس في حكومة جديدة شكو ليهبط الحكاية اول واحد ياسي العياري لا احكي عليه نريدين البحير يقبل المنح فيقى الحكومة اي 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 نتفكر قبل المنح فيحنا بعلي دورني قال رو ثم ملف على النياق اي اي بعديش اعطاوه الياسي العياري اعطاوه الياسي العياري مدوه ياسي عيش البر رزعي عيش البر نحن وضعيتنا حكومة تحت كانت نجم من حكومية النشحة اللي كانت نجم رجعت شوي امال حتى في المقاربة في الكوفيد في الكوفيد نشحة الحكومة يعيشوا البر باش تعرفوا المرة الجي كون تتابعوا كيفاش تسمعوا ما تسخنوش برشا صخنوا هما ناس كل صدق اللي ياس وخفيق باش يخط 44 مليار في مكتوبه ولكن النهضة كنت بالنسبة لها التيار مش مضمون حركة شعب مش مضمونة دونك يحبوا رجل غنوش يقعد رئيس للبرلمان شكون اللي نجم يضمن له التوازنات داخل البرلمان هو نبيل القروي دونك اسقطت حكومة الفقفين باش داخله نبيل القروي اللي عندهم دي موايان باش يضغطوا عليه باعتبار عنده ملفات فساد وغيره باش ينجم سي رجل غنوش يقعد على رئاس البرلمان هو اللي يربح لمنة لمنة وخرج من البيب الصغير معناها جدا من النافذة مش من بقى من البيب الصغير ونبه نهره في البرلمان يعني أنا كنت رئيس كتلة وهو خنقول للي أول مرة عايتلي مرة وقت عمل لبوغدم تدخل في الشأن الليبي وصارت كل جلسة تعرفوا الصباح وقت اللي هنيهم بغزو خاطة الوطية اي وقت هنيهم اي وقت هنيهم بشتفع وقت عايتلي كرئيس كتلة شنا ورايك معناها عتيتوا رأي بكل صراحة قتلوا اللي قاعدين تعملوا فيه توا بش يضر تونس كلها مش بش يضر حركة ناظه ميمنيش تضر حركة ناظه انا ماذا بي كخاصم سياسي تضر حركة ناظه ولكن بش ارتدادات بش تكون على تونس على الوضع متاع تونس وقت قتلوا وراوه عنا فرصة لإسترجاع المؤسسات فوق الأحزاب وتم تعتبروا العكس يلزم من المؤسسات في خدمة الأحزاب وهذه مقاربة متاع حركة الناظهذا السياسة تمكين وسياسة تعينات بالولايات اللي قاعد يععم فيها قيس سعيد في نهاية الأمر وشوفوا نوعية العباد اللي قاعد يعاين فيهم قيس سعيد والفضايح متاحهم وما عندهم حتى ما عرف بالدولة كيف هو دار يشبهولو برشا قتلوا عنها فرصة بش نستثمرو ورجعوا كل بلان متاعكم السيئ السلبي متاع التسعة سنين يعاود على الأقل يتنسي بحكومة الفخفاخ وراء ثم إمكانية الحكومة هذه معاش نجمة تتشكل معناها بالطيار وحركة الشعب وحركة كان ثم تدخل فرصة وخلينا نقول سيد ليس فخفاخ أنا أعتبره شخصيا بقاطع نظر على ملفه أحسر رئيس حكومة في العشر سنوات الأخيرة لأنه كان يعرف شنو الاقتصاد ويعرف شنو العالم وإنسان منفتح وكانت عنده خبرة رقم خبرة في وزارة المالية وفي وزارة السياحة وبالتالي كنا نعتقد الحكومة قادرة أنها تنجح وتسترجع ثقة المفقودة ولي قادة تتكسر ثلاث عشر سنوات ولكن للأسف شديد كان عنده مشروع آخر سمعني تخلي منه وفي نهاية الأمر ومشاه واسقط وحكومة تكتيك ثانية فما استحقاق انتخابي عام في شهر ديسمبر بشتشارك وفيه أو لي لا أنا شخصيا لا بشتشارك في أي استحقاق انتخابي أو تشريعي ولا اللي هو تحت حكم الفرد الواحد لأنه سيد قيس عايد يتعام معنا كرعاية يفرض علينا في دستور على مقاسه وبش يفرض علينا قانون انتخابي على مقاسه وتم تهميش البرلمان معنا البرلمان بغرفتيه وتشوفوا الاشكاليات اللي بيش اترحها وتم تهميش القضاء وتم تهميش المحكمة الدستورية وغيره من نجموش نشاركوا في مسرحية واحنا نعيش في وقت متاع مسرحيين سيئة الاخراج وبالتالي انا شخصية لن اشارك ونحبش نتعصف على قرار الحزب وانا نتصور اللي الطيار لن يشارك في هذه المسرحية متاع دستور مزلنا مخذينيش لهيكل ولكن في النقاشات الداخلية ثم توجه انه لن نشارك لأنه الاشكاليات معناها متاع الحكم الفردي من نجمش نشارك فيها واحنا نقوله عام صابر معناها عنا اشكاليات كبيرة اقتصادية واجتماعية والمقدرة الشرائية اللي استشارات في هالبلاد واحنا لحين بحكايات معناها جانبية وهاميشية يوميا انا ندعو التوانسة انهم يركزوا ثم شخص واحد قاعد يحكم عنده دستور على مقاسه ينجم يعمل اللي يحب عنده المنظومة الامنية والعسكرية والرائد الرسمي يعمل بيهم اللي يحب تخاف يركزوا في الصحيح يدبر موا اكثر من اللي هم مدبر مياه والله هذيك هو دورنا لغالب انا نخلي يسيقاي الصحيح مثال شاو عنده كل الصلاط يسيدي دوري انا اللي بش نحاسبك مش تقعد كل مرة تخرجلي تمشي تعملي خطاب وتقول لي يراو مثلا في علاقة بالهيبات بربي نحب نكمل البارح سمعتوا عاود حكاية مسألة خرج تقليل ما قلتش تم اشخاص وانا انا كدولة تنسية بكل نقد اللي نجم نوجه لدارة تنسية يستحيل يستحيل انه هبة تدخل لتونس وتمشي الاشخاص ولا حسابات سياسية مستحيل تقول مستحيل خطر لي ميكانيزم تمنع حتى حد بالسهل يسرقها اما النية النية معناها لا هو قال انا عندي معلومات اللي خرجوا عبيد وجت يسيدي يقول لنا اللي ساميه ما كانش يولي اسمه تسطر على الفسل تل قضايا يعطي لسيم تل قضايا يعطي لسيم ما نثميش قضايا المشكلة هو ما وجهش قضايا ريتم القضايا متعل 1500 مليا وال500 مليا والهبات اللي تم التوجيه امتاح ومحاولة الاختياء والظرف المسمو وغيره من المعلومات اللي قال هنا سيد قيد سعيد شكرا شكرا لك سيهشام العزبوني القيادي في حزب الطير الديمقراطي كان فيتنا اليوم بني تي ما بش تتفرهد نرتاح شوية مع صغالي بشيخو ركولو بشيخو ركولو بشيخو أمبود ركول خاتر الحقيقة حتى للمهدية ولا تيخو حتى للمشهد حتى للمشهد المشهد العام الحقيقة رادي جدا واحد ماذا بي يخرج مكل البيل اللي كان فيها بشي عاودي يشوف شن هو المستقبل وأنا أعتقد أنه قيس سعيد ممتاز في التحطيم وهذا ما قاعد يعمل فيه لنستعد من الآن لمرحلة ما بعد قيس سعيد ومرحلة البناء شكرا لك يجي وقت الأخبار مع أنيسا مكشيح سمحنا في الدقيقتين و 14 ثانية 15 ثانية